احنا اجتماعنا النهاردة بخصوص التارجتس الربع سنوية الكورتر اللي تقريبا ما تحققش منه اي حاجة انا شايف عدم طموح واستسهال من بعض الناس في ناس عايزة هتوصل من غير ما تتعب انفعش يديني هنا مسك ناس فاكرا انه وصلت المكاني ده هنا بالسهل يا دين النبي نفس حوار كل اجتماع هيقعد سانا يكلمنا عن انجازاته التفهى ومغامرته فوق سطح الامر ومش هنخلص بقى عمر حد فيكو سأل نفسه انا ازاي في السن ده ووصلت المكان اللي انا فيه ده لا ما سألناش علشان عارفين انت وصلت للمكان ده ازاي بالكوسة والتطبيل للمسئولين وبعدين انت ايه يعني مدير تافه لشركة تفهى هتزيد بقى وتقول لنا اديسون اللي فشل تسعمائة مرة ولا غندي اللي عمل وسوى و عندكو غندي مسلا كان مجرد مناض اللي كانوا بافريقي كل حلمه ان هو يبقى رئيس تعب واجتهت فعلا وحقق حلمه رغم ان هو يعني ما تنخذنيش في الاخر ما هتمق بس يا فاندي التاني نيلسون منديلا اللي هو كان افريقي ده يا جماعة احنا لو بنركز في التارجت بتاعنا زي ما بنركز في غلطات المدير كده هيا ابراهيم كان زماننا حققناه من زمانه مخلصنا معلش انا بقولكو الكلام ده يا جماعة مش علشاني ولا عشان خطر الشغل ولا الشركة انا بقول الكلام ده عشان كنتو رباني خليك ليين يا رفو عشان تتعلموا حاجة انتو زي اخواتي في الاخر انا مش عايز اقول زي ولادي عشان ما اتكبرونيش اهههههههههههههه وانت بما ان تضعونه دي يا فد منط safari فيه خف الدم كده؟ لا والله ما فيه خف الدم كده صعيف فعلا يعني شغل تلاقي خف الدم تلاقي حضرتك بالنسبة لنا الايدل والله ايدل؟ ولا عرب ايدل؟ اللي يضحك في كده؟ اللي يضحك في كده يا منافقين يا عرر يا منخفض الايديو يا زبلت الكائنات يا قاع الهرم الغذائي يا طفيليات يا ضع التطبيل والرأس رأس مالك هو تركيزك في شغلك بص لزميلك وتعلم منهم لبناء هيل يا لبناء برافو حسن جود جواب يا حسن يا فندم انت ليك مستقبل هيل يا حسن في يوم اللي يام انت هتقعد مكانك لا يقولش كده يا فندم يا فندم ده احنا بنتعلم منك إذا احنا كلنا كده فدى الشركة ولا هي لبناء كلنا فدى الشركة يا فندم سامع يا إبراهيم وليها تاني يا لولو كده كلنا فدى الشركة يا فندم سمعت؟ مش تقدم على أجازة والشركة في ظروف صعبة يا فندم أنا بقالي الثلاث شهور بشتغل شفت فوق الشفت بتاعي وبعدين ده رصيدة أجازات كان متأخر عندي مش مهم زميلك في القسم وقالهم سبع شهور في ألمانيا متبهدلين والنص التاني تلابها بيريحوا شوية بعد سفرية ماليزيا الطويلة مضغوطين يا أخي فيها ايه لما تدعب شوية عشان قطر الشركة تتهرق الشركة ايه يا شركة أمي بقالما سبع سنين مضغوطين في ايه ما احنا عارفين اللي فيها لبنا بتخلص كل حاجة بالجبات الدايقة وحسن جائزة عصفورة العام السعفة الزهبية في العصفرة هي الضغطة ما بتجيشغل علي أنا لما أطلب أجازة ما لبنا بتاخد أجازة بالتمنتاشر يوم ما حادش بيتكلم معاها يعني ألبس لكم جيبة أجلكم جيبة ما أنا ممكن أعمل اسكوتلاندي وأجلكم جيبة ما أنا ممكن أولع في العربيات أنا ممكن أعمل أي حاجة يا عالم قصر يا عبيدي التارجت التارجت يا إبراهيم التارجت اللي الناس ما بتحققوش وفالحة بس تطلب أجازات مفيش أجازات تانية لحد ما تحقق التارجت بتاعك يا إبراهيم مفيش أجازات هلت هلت تشوف أفندم أنا كل اللي أنا عايزه إن هدفك يبهو التارجت بتاع الشركة عايزك تبروز الهدف قدامك كده وتعلم عليه وتعلم عليه يا إبراهيم لا يا إبراهيم بقاس الماركر يا إبراهيم إبراهيم لا إبراهيم اسمعني يا إبراهيم كل اللي أنا عايز أقوله إن أنا نشوف شغلنا بقى وتاني مفيش أجازات يا إبراهيم ولا يوم عرض أحد عارف يا إبراهيم لو بتولد برضو مش هديك أجازة وضع ما عشان ما تكبرونيش كلنا في دا الشركة يا فاند كلنا في دا الشركة يا فاند عارف يا إبراهيم لو بتولد برضو مش هديك أجازة وضع بогда تبري انظری لusting ابعينا أسمع الابعين itation إبراهيم! إبراهيم! لا! لا إبراهيم! إبراهيم! أرحمني أبوس إيدك! هعمل لك كل اللي أنت عايزه! إبراهيم! لا! لا إبراهيم! لا يا إبراهيم! أنت كنت صرحان طول الميتينج! كنت بتفكر في إيه؟ كنت بفكر في حاجة فعلا يا فادي كنت بفكر أني أكسف الشغل الفترة اللي جاية أصدقصة غندي دي يا فادي أحمستني قوي نيلسون منديلا سكر يا فادي منديلا